خلونا نروح لفريق الكرة أهل النهاردة بيواصل استعداداته وبكل قوة لمواجهة شباب بولوزداد الجزائري الكاف أسند طاقم تحكيم لهذه المباراة بيقوده الكيني بيتر كاماكو ويعاونه كل من جيلبرت شريوت كمساعد أول وستيفان يامبي كمساعد تاني طبعا زي ما حضراتكم عارفين في حكم رابع لوات تياجارو ديكلس أنا مش عارف بنتعي الاسم صح لان الاسم بعيد جدا فمش شايفه فالحكم الرابع هو ده الحكم وما فيش طبعا فار زي ما حضراتكم عارفين ودي من علامات الاستفاهم الكبيرة اللي كل يوم بنتكلم عنها كل يوم بنتكلم عنها كيف تدار بطولة أو أفضل بطولة أو أكبر بطولة في أفريقيا بهذا الشكل أنه نصها يتلعب بالفار والنص التاني يتلعب من غير فار كل يوم بنقول هذا الكلام ولكن أوكي بكرا إن شاء الله هيكون الميران الختامي وزي ما قلت لحضراتكم الكام يوم اللي فاتوا الفرقة مركزة جدا في الفترة القادمة والحمد لله أعلى درجات التركيز وعلى دراية تمة بأهمية هذه المباراة خصوصا مع الجلسات اللي بيعقدها دائما السويسري مرسل كولر مع جميع اللاعبين بعض المواقع لو تاخدوا بالكم يعني بدأت تكتب تقارير عن غيابات شباب بالوزداد وغيابات خط دفاعه بالنسبة لنا كنادي أهلي مثل هذه الكلمات لا قيمة لها الأهلي بيلعب على الانتصار حايز يلعب أي ضد أي 11 أنا مليش علاقة مين غايب في الفريق الآخر أنا نازل عشان نكسب هذه المباراة وأنا متأكد أن لعيبة النادي الأهلي لن تنخدع ولن تجر لمثل هذه الأمور أنهم أو الناس تبقى فاكرة اللي بتكتب على هذه المواقع أن لعيبة الأهلي بتاخد بالها من مثل هذه الأمور إحنا عايزين ننزل نكسب أي 11 هيلعبه قدامنا مليش علاقة مين مش موجود أهم حاجة الثلاث نقاط لإن شاء الله لضمان صدارة هذه المجموعة ده هدف النادي الأهلي من المشاركة دائما خلال الفترات اللي فاتت في دوري أبطال إفريقيا وإن شاء الله بعد كده يكون زي ما حضراتكم عارفين هنخلص شباب بالإزداد وبقى هننتظر الفائز من النادي الأهلي سينتظر الفائز من أوكليند سيتي والتحجات ده عشان يلاقي في أولى المباريات في كأس العالم للأندية وبعدها على طول السوبر المصري للأندية الأبطال